السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات الصف الخامس الدرس الرابع الوحدة الثامنة عنوان درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب هو استعمال النماذج لضرب كسرين اعتياديين الجزء الأول أهداف الدرس إيجاد ناتج ضرب الكسور الاعتيادية باستعمال النماذج عزيز الطالب لكي نبدأ درسنا لهذا اليوم افتح كتابك المدرسي صفحة 109 ولنناقش سويا مسألة حل وشارك أعطت معلمة الفنون كل طالب نصف ورقة ثم كلفتهم بأن يلون كل منهم ربع ورقته ما الجزء الذي لونه الطلاب من الورقة الأصلية حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها عزيز الطالب لكي نستطيع حل هذه المسألة علينا أن نجيب سويا عن الأسئلة التالية ماذا أعطت المعلمة للطلاب؟ أحسنتم نصف ورقة لكل طالب ماذا طلبت المعلمة من الطلاب؟ أحسنتم أن يلون كل منهم ربع ورقته ما هو المطلوب عزيز الطالب؟ ما الجزء الذي لونه الطلاب من الورقة الأصلية؟ الآن أعزائنا الطلاب نمذج يمكنك رسم صورة لتمثيل المسألة الآن أعزائنا الطلاب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكروا حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك لاحظ معي الآن عزيز الطالب لدينا عمل الطالب منير ولدينا عمل الطالب جمال لنبدأ بعمل الطالب منير لقد قمنا بالتقريب حيث وجدنا أن الربع قريب إلى العدد صفر ثم قلنا أن النصف قريب إلى العدد واحد ثم قمنا بعملية الضرب صفر ضرب واحد وكان الناتج صفر نلاحظ عزيز الطالب أن منير لم يقم بعملية إيجاد المساحة التي ظل لها الطلاب بل أنه قام بعملية التقريب ثم عملية الضرب ونلاحظ أن هذا الحل حل غير صحيح ولذلك أعزائنا الطلاب سوف ننتقل سويا لنرى ماذا عمل الطالب جمال عمل الطالب جمال لقد قمنا برسم الورقة كاملة ثم قسمناها إلى نصفين ثم قمنا بتجزئتها إلى أربعة أجزاء وظللنا ربع هذه الورقة الآن لقد قمنا بعد ذلك بكتابة الجملة العددية ربع ضرب نصف ثم قلنا أن هذه الورقة هي عبارة عن جزئين متطابقين أي أن النصف الآخر من الورقة هو مقسم أيضا إلى أربعة أجزاء ونجد بذلك أن الجزء الذي قمنا بتلوينه هو جزء من ثمانية أجزاء موجودة في الورقة كاملة فيكون الناتج هو ثمن وهنا أعزائنا الطلاب نجد أن عمل الطالب جمال عمل صحيح الآن أعزائنا الطلاب لننتقل إلى صفحة 110 سويا ولننظر إلى السؤال الأساس كيف يمكنك استعمال نموذج لضرب الكسور الاعتيادية هذا ما سوف نتعرف عليه خلال درسنا لهذا اليوم ركز معي ونبدأ أعزائنا الطلاب سويا في المثال التالي بقي في طبق ربع قطعة اللازانيا تناول طارق ثلث الكمية الباقية ما الكسر الذي يمثل ما تناوله من طبق اللازانيا كاملا هذا هو أعزائنا الطلاب طبق اللازانيا وقام طارق بتناول ثلث هذه الكمية الموجودة معنا أي أننا سوف نجد ثلث من ربع لحل هذه المسألة الآن أعزائنا الطلاب لنبدأ بالحل طريقة للحل قسم الكل إلى أربع هذا هو الكل الواحد صحيح نقسمه إلى أربعة أربع متساوية الآن عزيز الطالب قسم أحد هذه الأربع والذي هو ربع إلى ثلاثة أجزاء متطابقة كما هو موضح أمامنا الآن قسم الأربع الأخرى إلى ثلاثة أجزاء متطابقة سوف نقسم كل ربع موجود معنا إلى ثلاثة أجزاء متطابقة كما هو موضح معنا يشكل الاثنى عشر جزءا واحد كليا هذه هي الاثنى عشر الموجودة أمامنا إذن الجزء الواحد يساوي 1 على 12 كما هو موضح أمامنا باللون الأحمر إذن ثلث ضرب ربع يكون الناتج 1 على 12 الآن أعزائنا الطلاب لدينا طريقة أخرى للحل هذا هو الكل والذي قسمناه إلى ثلاثة أجزاء وقمنا بتضليل أحد هذه الأجزاء والذي هو أحد الصفوف ثم قمنا برسم الكل مرة أخرى وقسمناه إلى أربعة أجزاء حيث أن الأربعة هي مقام الكسر الثاني ونضلل أحد الأعمدة ثم عزيز الطالب سوف نجد المنطقة المشتركة بينهما فنجد أن المنطقة المشتركة والموجودة أمامنا تمثل جزء من عدد الأجزاء الموجودة أمامنا والتي هي 12 جزءا إذن 1 من 12 جزءا مضللا باللون البرتقالي إذن عزيز الطالب 1 على 3 ضرب 1 على 4 يكون الناتج 1 ضرب 1 الموجودة في البسط على 3 ضرب 4 الموجودة في المقام لتصبح 1 على 12 ونلاحظ عزيز الطالب أنه في عملية ضرب الكسور عندما نقوم بالضرب فإننا نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ولا حاجة لنا عزيز الطالب هنا لإيجاد المقام المشترك حيث أن المقامات المشتركة تختص في عملية جمع وطرح الكسور الاعتيادية وليست عملية الضرب إذن تناول طارق 1 على 12 من طبق اللزانيا الآن أعزائنا الطلاب لنبقى في نفس الصفحة 110 ولنفتح سويا مسألة أقنعني نمذج أو جد ربع ضرب خمس باستعمال نموذج المساحة وضح عملك الآن عزيز الطالب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة الحل انظر عزيز الطالب لقد قمنا برسم الواحد صحيح وجزأناه إلى أربعة صفوف والتي تمثل مقام الكسر الأول وظللت صفا واحدا لتمثيل الواحد على أربعة كما هو موضح أمامنا الآن عزيز الطالب ثم رسمنا الواحد صحيح وجزأناه إلى خمسة أعمدة وقمنا بتضليل عمود واحد لتمثيل الواحد على خمسة أو الخمس الآن عزيز الطالب سوف نقوم بتحديد المنطقة المشتركة لنجد أن المنطقة المشتركة والموجودة باللون البرتقالي تمثل جزء من عشرين جزء موجودة أمامنا لذلك يمثل التداخل واحد من أصل عشرين مربعا إذن ربع ضرب خمس يساوي واحد ضرب واحد البسط في البسط على أربعة ضرب خمسة المقام في المقام ليكون الناتج واحد على عشرون الآن عزيز الطالب لنستذكر سويا السؤال الأساس والموجود في صفحة 110 كيف يمكنك استعمال نموذج لضرب الكسور الاعتيادية انظر إلى الإجابة عزيز الطالب يمكن استعمال نماذج مثل الرسومات أو نماذج المساحة لتمثيل ضرب الكسور الاعتيادية وذلك من خلال الخطوات التالية يمكن تقسيم نموذج المساحة إلى صفوف وأعمدة لتمثيل ضرب كسرين اعتياديين ظل العدد من الصفوف لتمثيل كسر الاعتياد واحد وعدد من الأعمدة لتمثيل الكسر الآخر تمثل المساحة التي تتداخل فيها اللونان ناتج الضرب الآن أعزائنا الطلاب لنفتح سويا صفحة 111 ولننظر إلى مسألة عبر عن فهمك المسألة الأولى بعد الانتهاء من مأدبة عشاء الليلة الماضية بقي لدى فاتن نصف فطيرة أكلت نصف الجزء الباقي منها ما هي الكمية التي تناولتها من كامل الفطيرة اكتب جملة عددية للمذاجة عملك الآن أعزائنا الطلاب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم المميزة تامع معي الآن وتحقق من صحة الحل لاحظ معي الآن هذه هي التي تمثل الفطيرة كاملة سوف يتبقى لديها نصف الفطيرة والموجود معنا هنا ثم قمنا برسم الواحد صحيح وظللنا النصف بشكل صف الآن عزيز الطالب سوف نحدد المنطقة المشتركة بينهما فنجد أنها جزء من أربعة أجزاء إذن نصف ضرب نصف يكون الناتج ربع الآن أعزائنا الطلاب لنبقى في نفس الصفحة 111 ولنحل سويا مسألة طبق فهمك السؤال الثالث أوجد خمسة أسداس ضرب نصف ظلل النموذج لمساعدتك على الحل لاحظ معنا هذا النموذج عزيز الطالب والذي يحتوي على ستة صفوف وعمدين الآن عزيز الطالب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك الآن أعزائنا الطلاب سوف نقوم بتضليل خمسة صفوف وتضليل عمود واحد حيث أن الخمسة صفوف تمثل خمسة أجزاء من ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم سوف نضلل عمودا واحد والذي يمثل نصف الآن نلاحظ وجود منطقة مشتركة والتي تحتوي على جزء اثنان ثلاثة أربعة خمسة أجزاء من أصل اثنى عشر جزءا كما هو موضح أمامنا إذن عزيز الطالب خمسة أسداس ضرب نصف يكون الناتج خمسة ضرب واحد يكون الناتج خمسة على ستة ضرب اثنان يكون الناتج اثنى عشر الآن أعزائنا الطلاب ومع وصولنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نستذكر سويا ما تعلمناه في درس اليوم لإيجاد ناتج ضرب كسرين اعتياديين يمكنك تقسيم النموذج إلى صفوف أعمدة وتقوم بتضليل عددا من الصفوف الذي يمثل الكسر الأول وعدد الأعمدة الذي يمثل الكسر الثاني وتكون منطقة التداخل هي حل ناتج الضرب أتمنى أن يكون الدرس أصبح واضحا لكم أعزائنا الطلاب إلى أن نلتقيكم في الجزء الثاني من درس استعمال النماذج لضرب كسرين اعتياديين أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والمثابرة على دروسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته